جدل جديد تحت قبة البرلمان في تونس إذ ينفذ نواب الحزب الدستوري الحر بقيادة رئيسته عبير موسي اعتصاما رفضا لاتفاقية بشأن صندوق قطر للتنمية وتقول قيادات بالحزب بأنها تأتي لبسط السيطرة على المفاصل الاقتصادية للبلاد هذه الاتفاقية لصندوق قطر للتنمية والذي الجميع يعلم علاقاته بقطر الخيضية التي تحوم حولها شبهات كبيرة في العالم بأسره الجميع يعلم طبعا دور هذه الجمعية اليوم ودور قطر الخيرية في تونس مع الجمعيات وغيره يعني ما علينا اليوم إلا أن نحاول بأقصى جهدنا في تعطيل طبعا هذه الاتفاقية وفي خضم اعتصام الحر الذي لا يعتبر الأول من نوعه يرى متابعون أن راشد الغنوشي رئيس البرلمان يتحمل مسؤولية تعطيل أعمال المجلس من خلال عدم سماعه لمعارضيه واستفافه إلى جانب نواب وكتل برلمانية على حساب أخرى السياسة المنتهجة من طرف رئيس البرلمان باعتباره رئيس حزب حركة النظر الحزب الأغلبي في هذا البرلمان أحدث خلل وتوازن على مستوى تسير الجلسات في علاقة بالتعامل مع قضايا مثلا الاعتصامات العنف داخل البرلمان بين النواب بين الكتل كان منحاز لبعض الكتل النيابية وهذا ربما رأته بعض الأطراف السياسية الأخرى سوى تسير وطالبت بسحب الثقة منه في مناسبتين ويأتي اعتصام نواب الحزب الحر قبيل الجلسة البرلمانية العامة ما أدى إلى نقل مكان عقادها للمبنى الفرعي وسط جدل بين عدد من النواب داخل المجلس وفي خضم واقع سياسي لا تزال أزمته تكبر يوما بعد آخر على وقع اعتصام نواب الحزب الدستوري الحر داخل أروقة المجلس النيابي تتجددوا الاتهامات لرئيس المجلس راشد الغنوشي بإقصاء الخصوم السياسيين من داخل مقر البرلمان التونسي ياسر دبابش الغد تونس